خلينا نتكلم في الجد النهار ده يوم كان مهم جدا يوم مهم الى اي مدى احنا بنتكلم على مستقبل مصر ودي حقيقة مستقبل مصر زراعية انا كنت من الناس اللي ليهم الشرف عظيم الشرف الحقيقة ان انا رحت المشروع ده من حوالي سنتين او ثلاث سنين وهو بيبدأ بخطواته الاولى ويمكن كنت اتشرفت كمان بانه كنت من ضمن مجموعة من الزملاء اللي اتشرفوا بها مقابلة فخامة الرئيس هناك وحضرنا مع فخامة الرئيس موسم الحصاد اللي زي دلوقتي كده زي اليومين دول وكنا بنحضر موسم حصاد الامح وشفنا محصول البطاطس وشفنا محصول دي كلها كانت بواكير المحاصيل بواكير هذا المشروع العظيم بالمناسبة يعني ومحصول بنجر السكر ووقتها الرئيس اتكلم معنا كما جرت العادة بمنتهى الاستفادة ودلنا من وقته كتير لدرجة ان احنا كنا يعني بنرجو الرئيس ان احنا بنثقل عليه بالحديث وبالاسئلة وهو الحقيقة كان تفضل علينا دائما بالاجابة والاجابة بالتفاصيل وبمنتهى الاسهاب الحقيقة حتى انا اتذكر ان انا كنت بستسمح الرئيس قلت له يا فندم احنا مطولين على سيادتك لا انسى اجابة الرئيس قال لي لأ اسألوا على اي حاجة كل معلومة وكل رقم في مصر هنا اسألوا علشان لازم تعرفوا ولازم تقولوا للناس ولازم تتكلموا مع الناس في تفاصيل التفاصيل والحقيقة اعتبرنا كلنا دا انا والزمله انه يمكن دا زي ضوء اخضر للحديث حول ما يحدث في البلاد واتكلمنا مع حضراتكم كتير الاخوان كانوا يعود يقولوا دا الاعلام المصري بيبالغ بس الحقيقة رب صورة تغني عن الف 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 كلمة مهما انا وكل زمالي اتكلمنا الحقيقة لن نوفي هذا المشروع قدره لانه الصورة اللي بتشوفه بعنيك هو الواقع دا الواقع اللي قدام حضرتك مئات الالاف من الافدنة انا بنتكلم في اكتر من مليون فدان بأمر ربنا سبحانه وتعالى في هذا المشروع بس مش بكلمك على تقريبا اربعة مليون فدان واعتبر اللي انا بقولهولك دا هو مقدمة واجبة جزء منها كنت بتكلم فيها مع زملائي الاعزاء ايمان ممصطفى هو احنا عانينا بصوا جماعة مصر اقتصاديا كانت بتعتمد بالاساس على الزراعة ولقرون بل ولالاف السنين بعد شوية مصر دخلت مرحلة التصنيع في نهايات القرن التسعة عشر وبدأت تخطو خطوات كانت جيدة مش هقولك خطوات عظيمة يعني بس خطوات كانت جيدة وكانت هذه الخطوات في مسألة الصناعة في مصر تندر بمستقبلا صناعيا عظيم اللي حصل للأسف الشديد غير ان احنا تراجعنا جدا صناعيا لكن كمان تراجعنا زراعيا بسبب الفساد وبسبب الاهمال كانت الرقعة الزراعية اللي موجودة في مصر بتتضاقل سنة ورا سنة ومش عاوز ابالغ لو بيقولك كل شهر كانت بتتضاقل اخصب واجود اراضي الدلتة تأكلت بسبب ايه بسبب الفساد تاني الفساد فحد هيقوللي الفساد والاهمال اقوله كان اهمالا شبه متعمد بسبب الفاسد الفاسد ده بقى اللي هو ممكن كان يبقى ناس كتير جدا ما هواش شخص واحد بس ما هواش شخص واحد بس وان كان الشخص الواحد ده كان فاسد سبنا من اللي فات خليني بقى اخدك على الواقع لهذا السبب كان لازم مصر تشتغل على انها تستعيد مساحة زراعية كبرى وبالتالي مصر اشتغلت على اعادة زراعة واستصلاح اراضي جديدة تقريبا حوالي اربعة مليون فدان بنتكلم على مشروعات ري تخطط المية وتسعين مليار وده اللي تكلم فيه الرئيس وقال لازم الناس تعرف الارقام ولهذا السبب احنا بنقول لحضراتكم الارقام الارقام اللي احنا بنقولها النهاردة والارقام اللي بنقولها قبل كده وقلناها يعني خلال سنة واثنين وتلاتة فاتت حتى ولو بخصوص هذا المشروع اللي بقولك انا واحد من الناس اللي فعلا عندي فخر حقيقي اني كان لها شرف ان انا شفت المشروع ده وهو بيطلع وهو بيطلع مشروع عظيم يعني وقابلت القائمين عليه مجموعة من المخلصين حادي الزكاء مخلصين لابعد الحدود في العمل وبعدين عارف اللي هو الناس اللي بتشتغل وهي واخد خطوة الورا يعني هم مش مشغولين باللقطة الناس مش مشغولة بالترند الناس مش مشغولة بانه اسميها وتصبح اسميها مشغولة ومعروفة ورنانة ناس مشغولة بانها تبني المشروع ده المشروع اللي النهاردة كان في خامة الرئيس يعني تقدر تقول بيفتتح المرحلة الاولى في موسم حصاب مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة مرحلة الاولى بتاعت الحصاد السانية مش مرحلة الاولى بتاعت المشروع ده مشروع كبير وعظيم هذا المشروع تقدر تقول كده مستقبل مصر الايه للزراعة المستدامة هذا المشروع هو قاطرة من قاطرات مصر زراعية ده مشروع بقى بكورة للمشروع الضخم اللي اسمه الدلتة الجديدة تقريبا اتنين وربع مليون في الدام احنا عايزين ايه تحديدا من هذا المشروع ومن المشاريع اللي موجودة وعندك في تشكا وعندك في السينة وعندك في عدد كتير جدا الرقم اللي انا كنت بقول لك اللي بيقترب من حوالي اربعة مليون فدان يزيد قليلا او يقل قليلا الهدف ان انا اقدر قدر استطاعتي اوصل الى اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي اقرب مراحل اكتفاء ذاتي مثلا من الاقماح اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي مثلا من الدراء الصفرة اللي بتلزمنا في صناعة الاعلاف اقرب مراحل الاكتفاء الذاتي من بنجر السكر اللي بيلزمنا طبعية الاسم يعني في بنجر السكر اقرب المراحل الاكتفاء الذاتي من البطاطس باجوة فصائل وطبعا احنا عارفين البطاطس بتاعنا ده يعني بطاطس التصدير زي ما بيتقاد وديك شايف الرئيس بيشوف بقى هنا المشروع مش من فوق يعني الرئيس موجود بنفسه على الارض نزل وشاف المشروع وهو يقف على الارض في وسط كل هذه لو صح تعبير يعني المروج الخضراء الا انه ينظر من الاعلى مع السيد العقيد بها ده انا شايف صح كده صح مهم فهرجعك تاني على ايه بقى على انه احنا بنتكلم على مشروع ضخم عظيم مصر مش عايزة تبقى محطوطة تحت نرس حد انا هرجعك لزمن ابعد من ذلك حبتين وقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان عنده كلمة بيتكلم فيها كان على المعونة الامريكية انا زاك وانا اتذكر كويس الرقم اللي قال وقال احنا بناخد بيدلنا معونة بخمسين مليون دولار وقتها يعني وبيتدلنا منه قال كده بنجيب امح وبنجيب لحمة وبنجيب فراخ انا فاكر كويس الجملة بتاعته تخيل احنا من ايام الزعيم جمال عبد الناصر بناخد الامح من الامريكان وفضلنا ناخد الامح من برا وكأننا خدنا قرار نعتمد دائما على الخارج فاصبحنا طول الوقت محطوطين تحت درس الخواجة حصلت بعد كده الازمة زا ما حضرتكم عارفين بتاعت روسيا واوكرانيا واحنا انا بنتكلم على بلدين كبار جدا في انتاج الامح بيعتمد عليهم دول كتير جدا مش بس احنا في مسألة الحصول على هذه الحاصلة الزراعية المهمة طيب لو كانت الازمة دي حصلت يا سادة يا كرام قبل ما نشتغل في هذا المشروع وفي غيره من المشروعات يترك ان الوضع يبقى عامل ازاي تخيل ان احنا ما كنا نزرعنا حاجة خالص وفضلنا قاعدين كده وحصلت الازمة الروسية الاوكرانية وهب ما فيش قمح بيجي من اوروبا أوبا 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 أوب